وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب كيفية تثنية المكسور والممدود وجمعهما قال وماك صحراء بواو ثنية طيب هذه مسألة ثم قال ونحو علباء كساء وحياء بواو وهمز هذه مسألة وغير ما ذكر صحح هذه مسألة وما شذ على نقل قصر أربع مسائل إذن اجتملت عليه أو اجتمل عليه هذان البيتان فعندنا ما كان مختوما بألف ممدودة ما كان من الممدود يعني الهمزة فيه للتأنيث مثل صحراء وصفراء وسوداء ونحو ذلك فإننا نقول صحراوان وليس لنا في هذا الإبدال صفراوان سوداوان صحراوان إلى آخره طيب هذا بالنسبة للمسألة الأولى المسألة الثانية هي ونحو علباء كساء وحياء بواو وهمز إذن ما كان كعلباء وعلباء ما هي العلباء هي عصبة في العنق هذه الهمزة قالوا إنها للإلحاق للإلحاق ألحقت بها هذه الهمزة المادة علباء أو كان مثل كساء هذه الهمزة فيه بدل من الواو طيب لأن كساء يكسو يعني وكذلك حياء الهمزة فيه هنا بدل من الياء طيب هذه الأنواع الآن الثلاثة لك فيها وجهان لك أن تقول أن تصحح فتقول علباء وكساء وحياء ولك أن تبدل فتقول علباء وان وكساء وان وحياء حياء وان حياء وان ما هو حياء وان حياء وان طيب انتهينا إذن من المسألة الثانية التي هي ونحو علباء كساء وحياء بواون وهمز طيب وغير ما ذكر صحح إذا كان ليس من المسألة الأولى التي هي كصحراء وليس من المسألة الثانية التي هي كعلباء واختيها فحينئذ نصحح مثال ذلك وهو قليل قراء قراء هذا لفظ يطلق على الإنسان الناسك كأنهما جمعة قراء ظهر فحينئذ نصحح طيب فنقول قراءان لا نبدل يعني ليس فيه إعلال ولا شيء فنقول قراءان القضية الرابعة وما شد على نقل قصر يعني قصر على النقل ونأخذه كما هو ما كان منقولا لا ننقيس عليه فإن المنقول لا يقاس عليه قال مثال ذلك مثلا ورد عن العرب تثنية كساء على كساء على فقالوا كسائيان ورد عن بعض العرب فهذا محفوظ لا يقاس عليه ولا نخرج به القاعدة التي مضينا عليها وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة